القرار الأمريكي الخاص بوقف دعم العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن ردود أفعال متباينة وسط أمال بأن تخطو واشنطن خطوة صادقة وجدية لوقف الحرب المتصاعدة ووضع حد لواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم ففي أول خطاب له عن السياسة الخارجية أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن ستعمل على وضع حد للحرب في اليمن وفيما شدد على وقف كل الدعم للعمليات الهجومية في اليمن أعلن عن مواصلة تقديم الدعم للسعودية في مواجهة تهديدات ميليشي الحوثي المدعومة من إيران وتزامن هذا الإعلان بوقف دعم العمليات العسكرية مع تعيين تيموثي ليندر كينغ مبعوثاً أمريكياً إلى اليمن الحكومة اليمنية رحبت بما ورد في خطاب بايدن وجددت التزامها بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن بينما أشارت تصريحات للمتحدث الرسمي لميليشي الحوثي محمد عبد السلام إلى مواصلة العمليات العسكرية بالطائرات المسيرة والصواريخ صوب الأراضي السعودية في حال استمرار الغارات الجوية لكن وسائل الإعلام التابعة للحوثيين احتفت بقرار بايدن من جانبها رحبت المملكة العربية السعودية بما ورد في خطاب بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها وأكدت موقفها الثابتة في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية فيما اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث تعيين ليندر كينغ خطوة إيجابية لإنهاء الصراع تحركات أمريكية جديدة في المنطقة تبدأها إدارة بايدن من اليمن البلاد التي أنهكتها الحرب المدمرة منذ نحو سبع سنوات بعد الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي حرب أودت بحياته أكثر من 233 ألف شخص وبات 80% من السكان يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء في أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم ترجمة نانسي قنقر